مشروع مع الخضر الدراجي من المشاريع الستراتيجية والمهمة لمحافظة المثنة هو مشروع طبعا وزاري هذا مشروع هو عبارة عن منحة ألمانية من مصرف الكي اف دابليو الألماني إلى الجمهورية العراق حددنا هذا كان تنافس عدة محافظات وحضرنا عدة اجتماعات في مقر الوزارة في بغداد وتم الاتفاق واختيار كانت أدلتنا وحجتنا أكثر قوة من باقي المحافظات لذلك تم إقناع الجانب الألماني إلى أن يكون مشروع في محافظتنا وبالتحديد في قضاء الخضر دراجي نحن الآن في طر استملكنا أرض تقريبا 25 دونم بالتنسيق مع مديرية بلديات المثنة وبلديات الخضر هذا المشروع يخدم تقريبا 100 ألف نسمة بحدود بالقضاء الخضر والدراجي بطاقة 5000 متر مكعب بالساعة هذا هو عبارة عن مشروع تصفية وتحلية وليس فقط تصفية حيث يكون الأول من نوعه بالمحافظة أو ربما بالعراق كلفة المشروع هذا الكلية تقريبا 77.5 مليون يورو كانت حصة الـ KFW هي 62 مليون يورو التي تبرعت بها إلى هذا المشروع وحصة العراق بحدود 14 مليون ونص يورو ملزمة بها وزارة الإسكان والعمار والبلديات نعم يعني هو مبدئيا هو هناك اتفاقية لدى العراق والدول بأنه المنح يجب أن تساهم الدولة المستفيدة تساهم بجزء من هذا المبلغ وكان هذا الجزء هو 14.5 مليون تفاصيل الإدارية يعني شنوش جايج الحالية؟ طبعا أكثر من سنتين كانت هناك مناقشات وزيارات ميدانية وموقعية وكانت هناك اجتماعات في بغداد وأربيل وفي المحافظة وزيارات من الجانب الألماني إلى المناطق المستهدفة تمت المباشرة بالمشروع المباشرة الفعلية بتاريخ تقريب 21 عشاء 2024 يعني قبل شهر من الآن هذه الفترة طبعا بحدود أربعة أشهر أربعة أشهر ونصد قريبا هذه يكون هي فترة الاستشارة للشركة لإعداد المخططات والكشوفات الخاصة بهذا المشروع هذه الفترة تكون هي تحديد نوعية المشروع تحديد كميات جدول كميات المشروع طبعا هذا هو عبارة عن شركة هو اتحاد شركات مصرية وأردنية وألمانية ينتهي عمل الاستشاري للمخططات بشهر الثاني 25 بعده مباشرة تبدأ شركة بتنفيذ الأعمال حسب جدول الكميات والمخططات التي أعدها الاستشاري تقريبا بشهر الثاني بشهر شباط 2025 ولغاية شهر تموز 2027 يعني مدة سنتين تقريبا هي أعمال الإنشاءات لهذا المشروع مع الخطوط الناقلة باعتبار الشبكات هي ضمن المساهمة العراقية مقاييس الماء ضمن المساهمة العراقية تقليل الخسائر أيضا ضمن الحكومة العراقية ضمن الالتزامات الجانب العراقي وقع في قضاء الخضر في قرب عندنا هناك مجمع موجود على شط الفرات على الكتف الأرض عائدة إلى مديرية بلدية الخضر مخصصة إلى مديرية ماء المثنى نحن الآن في طر استملاكها وتحويلها باسم مديرية ماء المثنى قبل المباشرة الفعلية بالمشروع